التقى وزير الشهون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بمكتبه بالعاصمة عدن السيد بيات رهر المدير القطري الجديد لمنظمة رعاية الأطفال في اليمن وخلال اللقاء نوها الوزير إلى دور المنظمة في تعزيز الشراكة مع الوزارة ودفع ببرامج حماية الأطفال نحو الأفضل ووفق رؤية واستراتيجية واضحة تتسق مع الخطة الوطنية لحماية الأطفال داعيا إلى التنسيق مع الوزارة والرجوع إليها قبل اختيار الشركاء المحليين وذلك كونها الجهة المعنية بتنفيذ برامج الحماية والمشرفة على عمل المنظمات والمؤسسات المحلية من جانبه أبدى المسؤول الأممي استعداد المنظمة لتنفيذ برامجها ومشاريعها في مجال حماية الأطفال بالتنسيق مع الوزارة وفقا لاحتياجات المرفوعة من قبلها والتي تضمنتها القطة الوطنية للحماية ترجمة نانسي قنقر